أحدثنا النهاردة أو خلينا نقول النشاط الرئاسي النهاردة وكان مهمة قوي استقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة في قصر الاتحادية للفريق أول عبدالفتاح البرهان طبعا زي ما احنا عارفين هو رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني طب ايه اللي حصل في هذا اللقاء أكد فخامة الرئيس على حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان خد بالك هي دي خريطة دي رشدة خطوات استقرار سياسي واستقرار أمني ومن ثم استقرار اقتصادي دون السابقتين الخطوطين السابقتين سياسي وأمني ما فيش استقرار اقتصادي ما فيش تطوير ما فيش تنمية ما فيش رفاهي طيب من ناحية تانية أو من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التأدير العميق اللي بتكن السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي وبيشيد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان اللقاء كمان كان بيستعرض مجمل العلاقات مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقة الاقتصادية ما بين البلدين الشقيقين التاريخيين وزيادة التبادل التجاري كمان شاهد اللقاء استعراض تطورات ملف سد النهضة وتم التوافق على إيه بقى؟ على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في السياق ده وخلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين يعني من الآخر اللي فيه مصلحة مصر والسودان هو اللي هيحصل ودون الإضرار بمصالح أي حد على الإطلاق بس تاني اللي فيه مصلحة مصر والسودان هو اللي هيحصل ودون الإضرار بمصلحة حد تاني أظن إحنا كده وصلة المعلومة مفهومة تاني يا سادة كرام مصر لا عايزة تدر حد ولا عايزة تيجي على مستقبل حد ولا تيجي على مصلحة شعبها مصلح لشعوب في المنطقة ولا حتى في الإنسانية وده مش الدور المصري ولا التاريخ المصري من قديم الأزل كويس؟ لكن في نفس الوقت مصر لا تسمح على الإطلاق بالإضرار بمصالحها لا مصالحها المباشرة ولا مصالح الأشقاء وخد بالك السودان بالنسبة لمصر حاجة تانية خالص